مرحباً أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج الدلو اليوم الخميس والجمعة إن شاء الله سيكون مليء بالأمور الإيجابية اللي بتصب بصالحك على جميع الأصعدة ورح تقدر بالفترات القادمة إنك تحقق كل الأهداف والطموحات التي تسبوا إليها وخصوصاً يا صديقي برج الدلو لكل مشتهد نصيب وأنت من الأشخاص المشتهدين جداً ودائماً بتطور من مواهبك وخدراتك لنرى كيف رح يكونوا معك هذول اليومين بإذن الله تعالى أتمنى من الجميع بشكل سريع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد الاشتراك في القناة ومهم جداً يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ينتابك شعور في الوحدة مع كثرة الناس حولك بسبب خيبة الآمال من الأشخاص المقربين من حولك حاول أنك تفكر في الأمور المستقبلية وخصوصاً أنك ثابت مكانك ومتردد بقرارات مهنية كفرص سحتيجيك مميزة جداً لا تتردد أنك تأخذ القرار المناسب اللي بدفع بمصالحك إلى الأمام وخصوصاً يومة الخميس طبع القرار الخميس والجمعة هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة حاول كنهادئ الأعصاب قدر الإمكان عشان ما تخرج الأمور عن السيطرة هناك شخص سيقترح عليك عمل مشترك بينك وبينه فكر مليئة قبل ما توافق على هذا الأمر وخصوصاً أن هذا الشخص أناني وما بحب إلا نفسه أما في الأمور العاطفية تشعر أن المستقبل يتقدم بك وأنت بعدك مش لاقي الشريك المناسب اللي بتقدر أنت وياه تكونوا علاقة رائعة جداً ويكون آخرها الزواج حاول قدر المستطاع أنك تغير بعض الأمور في مجال العاطفة خذ الأمور عقلانياً وليس عاطفياً وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر